مرحبا بكم مشاهدين الكرام ساعدنا بلقياكم في هذه القناة المتنوعة وهذا أبرز عنوان الفيديو كريستيانو رولاندو ضمن قائمة تضم 23 لاعبا من بينهم ديانا كولوسيفسكي ورودريغو بانتاغور شاهدوا معي التفاصيل تأبى مشكلة أوروبا إلا أن تلاحق النجم البرتغالي كريستيانو رولاندو إلى السعودية رغم تلحاله عنها بالكامل بعد المشكلات الكثيرة التي وقع بها هناك خلال فترة أخيرة الدون بدأت تجربتنا مختلفة تماما في مسيراته الاحترافية بالاندمام للنصر السعودي في مطلع يناير الجاري ووقتها حرم من أول مبارتين له مع الفريق نظرا لعقوبة الإيقاف الموقع عليه من قبل نجنة الاندباط التابعة للاتحاد الإنجليز لكرة القدم بعد تحطيمه لهاتف أحد الأطفال عقب مواجهة مانشستر يونيتز وإفيرتون وحاليا مهدد بعقوبتنا جديدة بسبب ناديه الأسبق يوفونتس وفقا للصحفي الإيطالي باولو لزيلياني فإن هناك 23 لاعبا من السيدة العجزة مهددون بالإيقاف لمدة شهر أو أكثر سواء كانوا مستمرين مع اليوفي حاليا أو رحلوا عنه نظرا للتواطؤ مع النادي الإيطالي في وقائع تنازل مزيف عن بعض الرواتب خلال موسم 2019 و2020 لتظهر ميزانية النادي التي قدمت للاتحاد الإيطالي لكرة القدمة دون خسائر كبيرة وأوضح الصحفي أنه تم بالفعل التحقيق ما المتورطين في هذا الأمر من المسؤولين واعترفوا بملابسات واقعات الاحتيال الكاملة إذ أن اللاعبين ماتيا سديليخت وماتيا ديدي تشيليو قدم للقضاء نسخة من دردشة عبر تطبيق واتصاب تتبت إدانتهم من بين 23 اسم رولاندو الذي أكد زلياني أن يوفنتيس مدين لرولاندو بما يقرب 20 مليون جنيه السنين وفقا للوتائق موقعا من المسؤولين لكن لم يتم إطلاع الدون عليها إلا أنه يمكنه حاليا مقاذات ناديه الأسبق وإسترداد أمواله يذكر أنه قبل أيام قليلة قرار قاضي محكمة الاستناف الفيدرالية في إيطاليا خصم 15 نقطة من رصيد اليوفي في الدور الإيطالي نظرا لتولطه في قضية تربح وانتهاكات كسب رأس المال